أسعد الأوقاتكم أعزائي المشاهدين حر مرطوبة والهوى الكوس رح يستمر ويانا لعدة أيام فرص لرذاذ من المطر الليلة موجودة ويانا وأيضا يوم الغد لكن بعد ذلك هذه الفرص رح تتراجع تدريجيا الهوى الكوس رح يستمر ويانا والإحساس بالرطوبة رح يكون ملحوظ خاصة على المناطق الساحلية نسب الرطوبة تتفاوت من منطقة إلى أخرى في مدينة الكويت من السبعة وعشرين إلى الثلاثين بالمئة وتصل إلى الخمسين والستين والسبعين بالمئة على بعض المناطق الساحلية وقد تصل إلى أعلى من ذلك طبعا إلى الثمانين بالمئة فأجواء الرطوبة رح تستمر ويانا لعدة أيام مع عبور للسحب الليلة وأيضا يوم الغد حاليا هوا كوس خفيف السرعة ستة كيلومتر في الساعة درجة الحرارة حاليا سبعة وثلاثين درجة مئوية والرطوبة النسبية في مدينة الكويت سبعة وعشرين بالمئة والرؤية الأفقية ممتازة أكثر من 12 كيلومتر حتى نهاية اليوم الهواء الكوس رح يستمر ويانا كأحد أقصى في سرعته إلى الثلاثين كيلومتر في الساعة درجات الحرارة للساعة الثلاثين تتراوح ما بين التسعة وعشرين إلى الأربعة وثلاثين درجة مئوية في أغلب المناطق مع فرص لرذاذ من المطر على بعض المناطق مناطق دون غيرها هذه الفرص رح تستمر ويانا حتى ساعات الصباح الأولى من يوم الغد بإذن الله مع هواكوس خفيف لمعتدل السرعة بوجه نعام من ثمانية إلى ثمانية وثلاثين كيلومتر في الساعة أجواء حارة ودرجات حرارة تتراوح ما بين الخمسة واربعين إلى الثمانية واربعين درجة مئوية في أغلب المناطق أقل درجات الحرارة دائما تكون في جزرنا الجنوبية كبرقار أم المرادم تتراوح درجات الحرارة هناك ما بين الأربعين إلى الواحد واربعين درجة مئوية فيلتشة أربعين درجة مئوية جزرنا الشمالية واربو بوبيان أيضا تصل العظمى هناك إلى الأربعين درجة مئوية سواحلنا الجنوبية تتراوح ما بين الأربعين إلى الواحد واربعين درجة مئوية الهواكوس سيستمر ويانا حتى نهاية يوم الغد مع رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة أيضا من ثمانية إلى ثمانية وعشرين كيلومتر في الساعة جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه أحيانا البحر سيكون خفيفة لما معتد الموج بوجه عام من واحد إلى خمسة قدم وخلال المساء سيكون من واحد إلى أربع قدم والفترة هذه من فترات الفساد المد الأول بإذن الله الساعة ست وثمان دقائق صباحا والمد الثاني الساعة تسع وتسعة واربعين دقيقة مساء والجزر الأول الساعة ثنعش وتسعة وعشرين دقيقة صباحا والجزر الثاني الساعة ثنتين واربع واربعين دقيقة مساء المواقيت بإذن الله أذان الفير ساعة ثلاث وسبعة واربعين والشروق الساعة 5 و 14 دقيقة والمغرب الساعة 6 و 32 دقيقة أما الطقس المتوقع بإذن الله خلال الأيام الخمسة القادمة الأجواء الحارة مستمرة ويانة لكن أقل مما كانت عليه في الفترة الماضية درجات الحرارة تتراوح ما بين الـ 46 إلى الـ 48 مع هواكوس خفيفي لمعتدل السرعة بوجه عام في فرص لنشاطها في يوم السبت السحب راح تكون موجودة ويانة لكن راح تتراجع تدريجيا ابتداء من يوم السبت بإذن الله باشر 46 لعضمه الصغرى 30 هواكوس خلال النهار وأيضا خلال المساء خفيفي لمعتدل السرعة من 8 إلى 38 ومن 8 إلى 28 كيلومتر في الساعة أثناء عبور السحب في فرص لرذاذ من المطر خفيف على بعض المناطق هذه الفرص تتراجع تدريجيا خلال مساء يوم الغد وتنتهي أيضا في يوم السبت مع هواكوس ينشط على فترات من 8 إلى 40 كيلومتر في الساعة أجل أي نشاط بحر الارتفاع الأمواج يصل إلى 5 و 6 قدم العظمى 47 وصغر 32 درجة مئوية أجواء غائمة جزئين عبور السحب راح يكون موجود يوم السبت لكن راح يتراجع بشكل ملحوظ في يوم الأحد سمة صافية 48 العظمى والصغرى 34 مع هواكوس أيضا يستمر ويانا خفيفي لمعتدل من 8 إلى 32 وحول هذه المعدلات سرعة الرياح الجنوبية الشرقية في يوم الثنين من 8 إلى 38 والعظمى 47 والصغرى 35 ومثلها في يوم الثلاثة أيضا 47 والصغرى 34 والهواكوس خفيف لمعتدل من 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة أعزاء المشاهدين الأجواء الرطبة مستمرة ويانا مع استمرار الرياح الجنوبية الشرقية فرص لرثاث بطر أمطار صيفية راح تكون موجودة ويانا الليلة وأيضا يوم الغد بعد ذلك تتراجع تدريجيا نشرتنا الجوية تنتهي والآن نعود للطرف الآخر من الستيديو لاستكمال النشرة